السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تم وكما عودناكم دائما مع آخر الأخبار وآخر مستجدد ففي هذا الفيديو غدي يكون مغير شيئا ما اليوم غدي نتكلموا على المغرب وعلاش بغي نضم لمجموعة الإكواس في هذا الفيديو قد نشوفوا شكون هي الدولة اللي رفضة المغرب أنه ينضم لهذه المجموعة ونشوفوا شكون هي الدول اللي كتكون هاد المجموعة للإكواس فبقوا معي الإخوان موضوع مهم جدا رجائي منكم كالعادة لايك والبرتاج لهاد الفيديو كذلك الاشتراك ما تنسوش لإخوان كتابة التعليق وريضة قليب الرأي المغربية استمر واصلي أو سير كما كيقول للمغربة كل ما كتشوفوا هنتم إيجابي فما تبخلوش لنا به فعلى بركة الله نبدأ وصل بالموضوع مباشرة بعد هاد الانقلاب ديال النجر غادي تخرج مجموعة ديال الإكواس بوحدة تصريحات كتتهدد فيها النجر بالتدخل الإسكري إلى هاد الناس اللي داروا الانقلاب في النجر مرجعوش للحكم المدنيين فبالإشارة إخواني أخواتي هاد مجموعة الإكواس هي مجموعة الاقتصاد أو مجموعة الاقتصاد ديال الدول الغرب أفريقية فبالنسبة للمغرب مباشرة بعد رجوع المملكة المغربية للإتحاد الأفريقي تم ومن المجموعة الاقتصاد يعني في 2017 اللي يدفع الطالب ولي حد الآن ما جاوبوش مع العلم أن المغرب اقتصاديا إلا جينا نقارنهم مع هاد الدول اللي كينا في المجموعة ديال الإكواس هو أحسن منهم اقتصاديا فمرضوش للمغرب لأن بعض الدول اللي هوا من هاد المجموعة ديال الإكواس عرضوا المغرب أن نخصوه ميدخلش لهاد المجموعة لأنهم خايفين من المغرب إلى دخول هاد المجموعة غادي شكل عليهم خطر كبير فالمجموعة الاقتصادية ديال الدول الغرب الإفريقية اللي هي باختصار الإكواس هاد المجموعة هي منظمة سياسية واتحاد اقتصادي كي تكون من 15 البلد هاد 15 البلد كابلين من غرب إفريقيا هاد الدول اللي فيها نيجيريا يعني هاد الدول ديال مجموعة الإكواس فيها نيجيريا فيها مالي فيها بوركينافاسو فيها البنين فيها الكود ديفوار غينيا بيساو فيها غينيا فيها طوغو فيها غامبيا فيها نيجير نيجير عفواً فيها السيراليوم والسنغال وغانا هاد التكتول الاقتصادي كانت البداية دياله سنة 1975 فالهدف الرئيسي ديال هاد التكتول هو يكون واحد التعاون بين هاد الدول خصوصا في المجال الاقتصادي هاد الدول المساحة ديال المجموعة ديال الإكواس كتعادل خمسات ديال مليون كيلومتر كاري يعني كتضاعف مساحة الهيند واللي كتقدر بثلات ديال مليون كيلومتر كاري عدد السكان ديال هاد الدول ديال الإكواس اللي كيشكلوا الإكواس يعني الدول المجموعة ديال الإكواس تقريباً 420 مليون نسمة بالنسبة للهند عندها مليار و 400 مليون نسمة يعني بمعنى أن الهند فيتا هاد المجموعة ديال الإكواس بمليار نسمة وبالتالي هاد شي كيبين الفرص الكبيرة اللي كيين في هاد المجموعة ديال الإكواس فالنتج داخلي الخام ديال هاد الإكواس كاملين كيقدر تقريبا بـ 800 مليار دولار فهذا العدد ضعيف بزاف ففي حالة دخلات شي دولة كما بغي يدخل اليوم المغرب شي دولة اللي تكون كتصنع يعني في هذه المجموعة غادي تكون هي من أكبر المستفيدين علاش لأن أغلبية اقتصاد هالدول كي يعتمدوا على الموارد الطبيعية ديلها يعني كي يعتمدوا غير على تصدير ذاك الشي اللي عندهم يعني ذاك الشي اللي عندهم في الأرض كي يصدروا فابالرجوع المعادن واللي كي في هذه الدول ديال غرب افريقيا يعني المجموعين في مجموعة ديالاعكواس بشكل غاناه غاناه 위해 هي أكبر من صادر الدهب في افريقيا يعني هي عندها 90% للدهب اللي كان في افريقية يعني 90% من الذهب واللي كان في افريقيا 37-34 مidenceوش كذلك أخواتي مالي ولي عندها احتياطات يعني مهمة ديل الدهب كذلك النجر اللي اليوم فيها الإنقلاب عندها اليورانيوم هي كتعتبر اكبر مصدر لليورانيوم في العالم من بعد هاد الانقلاب الكل كيهضر على مخاوي فرنسا واللي اليوم شدين الحكم انهم يمنعوا تصدير اليورانيوم لفرنسا علاش لان اليوم الاخوان دول افريقية صافي عقد فرنسا عرفات بلي فرنسا غير كتنهب في الخيارات ديالهم وكيقولوا الفرنسا باركة من النهب من تروات ديالنا كنخرج ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي خرج كيهدد النيجر كيقولهم الى المصالح ديال الفرنسا تقسد في النيجر فغد يكون تدخل عسكري فرنسي هنا غد يخرج الشعب او يعني الانقلابين ديالنيجر يخرجوا باحتجاجات امام الصفارة الفرنسية وشفنا يعني تقريبا تكونوا شتو ديال احتجاجات الي كانوا امام الصفارة الفرنسية يعني تخريب الهدم يعني بزاف ديال الامور شفناهم وغد نخليكم ع واحد المقطع اللي كيبين المخاوف ديال الفرنسا أن النيجر توقف لهم تصدير الأورانيوم اتهم الإنقلابيون في النيجر الحكومة الفرنسية بتورطها في التحضير لتدخل عسكري يهدف إلى إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبها فأعلنوا عقابهم لها بوقف تصدير اليورانيوم الذي يعتمد عليه الفرنسيون بنسبة 35% لتغطية كل احتياجاتهم في توليد الكهرباء من الطاقة النووية وعلاجات السرطان والدفع البحري وإنتاج الأسلحة النووية فالمخوف دي الفرنسا أنها تفقد الأورانيوم ديال النيجر هنا إخواني أخواتي كان واحد الفيديو قديم ديال جورجينا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية حاليا يعني فيديو قديم ولكن كنت كتبين أن فرنسا كتنهب وكتسرق التروات ديال النيجر نخليكم الإخوان مع هذا المقطع أو مع هذا المقطع ولكن بالإشارة رفع هذا المقطع رأي قديم ماشي ديال دابا ولكن كبير لنبل العالم عيق بتلعباته ديال النهب وصرقة فرنسا للدول الأفريقية ...e chi come la Francia continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane ...sul la quali aplica il sinyoraggio ...facendo lavoraare bambini nel miniere ...istraendo materie prime come accade il niger ...dove la Francia estrae il 30% del uranio que gli serve a far camminare le centrale ...e il 90% dei nigerini vive senza elettricità ...e chi come la Francia سوف نرى الان نجيريا جميل裡 attraむ هنا كأنا نجيريا هي اكبر مصدر للبيترول في افريقيا تصدر ما يعادل 40 مليار دولار من البترول حاجه اخرى مهما ان هذه الدول عندها اراضي خاصبة يعني عندهم الماء وعندهم المعادن وعندهم البترول يعني هذا الشي كامل عندهم على طول العام فهذا الدول كتصدر هاد الشي كامل للدول اخرى هذي الدول اللي كتصنعها و كترجع تتبيحها لهذه الدول باكتر فاخواني اخواتي بالنسبة او بالرجوع لشكون هي الدولة او الدول اللي رفضة انضمام المغرب لهاد المجموعة دل الاكواس من بينهم كينا نيجيريا نيجيريا هي اللي كتصيطر على قاعد الدول اللي كينين في هاد المجموعة دل الاكواس وهي اكبر مستفيدة فاخواني اخواتي من اللي دفع المغرب طلب دياله لهذا المجموعة فنيجيريا دخلت على الخط فهذا المجموعة دل الدول الاكواس عندهم اتفاقية تبادل الحر اذا الشركة دل نيجيريا لانه هي اللي عندها اكبر شركات ما بين هاد الدول الشركة دل نيجيريا كتبع الدول دل هاد المجموعة دل الاكواس بدون ضرائب فهي المستفيدة من هاد الدول يقاع من هاد المجموعة هنا اخواني اخواتي من اللي المغرب تفع طلب دياله لهذا المجموعة باش ينضم ليهم غادي خرجوا ناقبات غادي ضغطوا على الحكومة دل نيجيريا باش اي عارضوا ما يدخلش المغرب للمجموعة دل الاكواس وحتى السوق السوق ديال هاد الدول كي عارضوا ان السلاع المغربية ما تدخلش عندهم باش ما تنفسهم شو كي يقولوا باللي السلاع المغربية كتهدد المنتجات ديلهم هاد الدول كي يعتبروا دخول ديال المغرب لهاد المجموعة دل الاكواس خطر عليهم يعني غادي قتل اقتصاد ديالهم وخأن المغرب دائما كيتعمل في اطار رابح رابح وليوم المغرب راحة واتتفع طلب دياله لهاد المجموعة دل الاكواس ولكن هاد المرة يا الاخوان مية في المية غادي قبلوا إنضمام المملكة المغربية الشريفة لدول الاكواس او المجموعة دل الاكواس اول حاجة عندنا الامبوب او المشروع ديال الامبوب ديال البيترول او ديال الغاز النجيري المغربي هاد الامبوب واللي غدي مر من هاد الدول كاملة كذلك اخواني اخواتي المغرب اليوم عنده علاقات جد جد جيدة مع الدول اللي كان في هذه المجموعة خصوصا عنده مع غنية حلاقات يعني جيدة السينغال الكوديفوات هاد الشي كامل غدي يخلي هاد الدول تقبل انضمام المغرب كذلك اخواني اخواتي اليوم الدول غرب افريقيا يشوفوا في المغرب المثل ديالهم الاعلى كيشوفوا التنمية اللي كان في المغرب كيشوفوا التعامل اللي كيدير معهم في ايطار رابح رابح اليوم اخواني اخواتي المغرب على وشك انه ينضم لهذه المجموعات ديال الاكواس وهاد شي اخواني اخواتي منها كانت خايفة فرنسا فرنسا ما غديش يعجب هالحال ويكون فعلا ترضى من افريقيا وقيم اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تبرتجوا مع الاصديقاء مع الاحباب ودمتم في رعاية الله شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته